موسيقى مشروع الواجه في مدينة الموصر وحقيقة من المشاريع المهمة التي تحظى باهتمام الحكومة المحلية إدارة ومجلس نحن حريصين على أن ينفذ هذا المشروع بالطريقة الصحيحة التي تتلاء مع حضارة وتاريخ مدينة الموصل المشروع تم بطريقة إحالة مباشرة لشركات أجنبية لديها سيرة ذاتية قوية سيتم الدعوة سيتم قبول الشركة المناسبة لهذا العمل حقيقة ما طرح من تصاميم أساسية المشروع عبارة عن بناء 273 منزل وإعادة تأهيله بالتصميم السابق كما كان إضافة إلى أن يضاف المرافع وجهات مناطق خضراء تتماشى مع تصميم المدينة القدميمة والتصميم الأساسي للتجديد الحضارة في مدينة الموصل حقيقة تنفيذ هذا المشروع بالطريقة الصحيحة والطريقة المناسبة ووفق المعايير العالمية التي تتناسب مع تاريخ وحضارة مدينة الموصل قد يجعلها مؤهلة لأن تكون أحد معالم التراث العالمي وهذه مسألة تضيف يعني موقع تراثي لمدينة الموصل مما يجعلها مكان سياحي وعنصر جذب لكثير من السياح نحن حريصين أن يتم وينفذ هذا المشروع بطريقة صحيحة تتلاءم مع المعايير التي طرحت كحكومة محلية كمجلس محافظة واجبنا المراقبة والمتابعة الهوية العمرانية للمدينة القديمة هي مسألة مهمة جدا وتم حقيقة أخذها بالاعتبار من قبل بلدية الموصل ومحافظة نينوة ونحن حريصين كمجلس أن يكون هناك تشريعات تتلاءم مع هذه الهوية العمرانية للحفاظ على واجهة المدينة القديمة والصورة الموجودة في عقول أهالي المدينة وأهالي المحافظة هذه الهوية وهذه الهوية العمرانية هي تؤكد حقيقة على العمق الثقافي والتاريخي لمدينة الموصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر